موسيقى تواصلت زيارات الميدانية لبعثة الحج البحرينية لمخيمات المشاعر بمكة المكرمة وتم التأكد من جاهزية خدمات المطوفين كما زارت البعثة عددا من حملات الحج البحرينية في إطار التواصل المستمر بين حجاج المملكة والبعثة يوم جديد حافل بنشاط بعثة الحج البحرينية التي تلتقي من أجل الوقوف على جميع التجهيزات بالمخيمات في المشاعر تبعتها جولة ميدانية في صعيد ميناء اطلعت فيها على الخدمات التي يضمها هذا المشعر من أرضيات مغطاة بمواد عازلة للحرارة من دورات مياه مكيفة وأخرى مخصصة لذوي الهمم وخدمات الإنترنت وتطبيق الخريطة الإلكترونية وغيرها من الخدمات الأخرى وبهذه المناسبة الحقيقة أتقدم بالشكر والتقدير لجميع اللجان المشاركة في التخطيط وفي الأمن وفي الكشافة وغيرها وأسأل الله عز وجل أن يثيبهم على ما يقوم به من عمل جليل خدمة لحجاجهم وخدمة لوطنهم وقيادتهم وفي رحاب هذه البقعة الطاهرة تجولت عدسة تلفزيون البحرين مع حجاج المملكة ورصدت برامجهم ونقلت شعورهم المكتذة بالألقي والبهجة شعورنا فرحون بهالحاج يعني والحمد لله الله يسر لنا واعتمارنا بكون كل يسر وسهولة ويعني الأخوة متعاونين في المملكة السعودية المملكة عباية السعودية والمتعاونين مقصرة ومن المطار ليه الحرم أشعرنا كأنها أسرة واحدة يعني بيت واحد يعني ما في فارق بين المسن اللي مثلي أنا وبين الشاب اللي مثلك أنت ما شاء الله وبين الآخرين فشوف ما مش حواجز بيناتهم كل بهم البحرين وشيوخنا ويحفظ البحرين وهلها من كل سوء إن شاء الله الحج أخلاق والحج صبر والحج تواضع وتلاحم ويجمع الله هذه الأمة من كل أقطار الدنيا ليتراحموا ويتكون بينهم المحبة والمودة والحج مشاعر والحج على إرث الأنبياء كما قال عليه الصلاة والسلام أنتم على إرث إبراهيم عليه الصلاة والسلام نصيحتي للحجاج الجدد أن يهتموا بالجوانب الروحية والجوانب المعنوية لأنه أصبح الحج في الفترة الأخيرة اهتمام كثير بالجوانب المادية فينبغي الاهتمام بالآخرة من قراءة القرآن والدعاء وما أشبه ذلك من الصلاة والعبادة في بيت الله من جانبها واصلت البعثة كذلك زياراتها الميدانية اليومية لحملات مملكة البحرين وذلك للوقوف على سلامتهم والاستماع إلى ملاحظاتهم وتطلعاتهم رحلة الحج هذه تحمل في ثناياها حكاية غريبة وعجيبة وأجمل ما فيها علامة الرضا والابتسامات التي تعلو شفاها أصحابها لتلفزيون البحرين صالح يوسف مكة المكرمة